في انهيار كبير للعملة تخطى دولار حاج السقف المائة ألف ليرة في تعاملات السوق السوداء وقفز سعر الدولار في لبنان مع ارتفاعات مماثلة في أسعار المواد الأساسية حيث قارب سعر صفيحة البنزيم أكثر من مليون ليرة كما ارتفع سعر ربطة الخبز وأسعار المواد الأولية الأخرى وعادت مصارف لبنان اليوم للإضراب احتجاجا على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع بعض المواطنين وطالبت المصارف باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوقف إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود للمودعين على حساب آخرين ودعت إلى معالجة الأزمة بشكل عقلني وعادل ونهائي تتحمل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجل وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية من بيروت تنضم إلينا الكاتبة الصحفية في الشؤون الاقتصادية والسياسية سابين عويس أهلا بك معنا سيدة سابين هل لبنان بات أمام أيام مفصلية لانهيار النظام المصرفي بشكل كامل يعني هي مسألة وقت لم نعد نعرف هل هي مسافة أيام هل هي مسافة أسابيع ولكن كلها مسألة وقت لأنه اليوم الوضع في لبنان وصل إلى حفة الحفة نهاية يعني كما يقال أنه اليوم الدولار بمائة ألف ليرة ربما غدا مئة وعشرين أو مئة وخيرين لم يعد هناك سقوف الوضع المصرفي لا يعالج كما يجب المصارف تضرب لرفع الصوت ولكن ليس هناك من يرد عليها على مستوى السلطة الأسواق متفلتة من أي رقابة إن كان على مستوى أسعار المحلوقات أو أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وهذا واضح ومفهوم لأنه بالنتيجة أمام الارتفاعات الحاصلة لا يمكن وقف موجة الارتفاعات علما أنه على مستوى الأسعار الاستهلاكية يجب أن لا يكون هناك ارتفاع لأنه منذ شهر مارس الجاري بدأ التسعير على أساس الدولار يعني في المحل والسوبر ماركت وكل المؤسسات التجارية باتت تسعر بالدولار يعني اليوم الاقتصاد اللبناني بات شبه مدولر بالكامل ولم يعد هناك استعمال لليرا اللبنانية أبدا لذلك اليوم نحن نعد الأيام أو الأسابيع ولكننا ندرك تماما أننا لسنا أمام طريق العودة بظل عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل السلطة طيب ماذا بعد الاحتجاج المصارف اليوم الاحتجاج الذي وصفه بأنه غير مسبوق ماذا بعد هذا الاحتجاج اليوم إضراب المصارف واحتجاجاتها لا تقدم ولا تؤخر مع الأسف عند أمام أزان صماء لدى السلطة التنفيذية يعني اليوم المواجهة القضائية المصرفية القائمة منذ بدأت القاضية غادعون إجراءاتها بحق المصارف ثم صحيح أنه تم كف يدها لفترة محددة ولكن كان هناك إجراءات وأحكام قضائية أخرى التي تتحدث عنها المصارف لا يمكننا نحن اليوم لسنا بوارد أن نقيم إذا كانت صحيحة أو لا ولكن اليوم المصارف ليس لديها سيولة للدفع بالدولار والأحكام القضائية تطالب المصارف بسداد الودائع عند الأحكام القضائية التي ينجح موضعون بالحصول عليها وهنا أيضا الاستنسابية بالدفع بالدولار فيما التسليفات والقروض التجارية التي تقدمها كانت المصارف والسيام قبل 2019 وكان حجمها قد وصل حتى 2019 إلى 40 مليار دولار تم تسديد تسديد 30 مليار دولار منها على سعر 1500 ليرة طيب هيدولة تم تسديدهم من أموال المدعين يعني اليوم هناك استنسابية في التعامل بين اعتبار الشاك هل هو وسيلة إفاء فعلا أو لا أمام الأحكام القضائية يعني كمان هناك موضعين يتأزون لأن اليوم الأزمة ليست أزمة مصرف أو مصرفين أو موضع أو موضعين هي أزمة قطاع بكامله يعني لا يمكن أن يحصل موضع لديه قدرة على أن يستحصل على حكم قضائي يحصل ودياته بينما باقي المدنيين لا يتمكنون من ذلك لأنه ليس لديهم القدرة هذا يتطلب قرار على مستوى السلطة يعني ما الذي يمنع السلطة بأنها تتخذ هكذا قرار وهل يمكن للقضاء الذي أصدر حكمه باستفادة موضعين على حساب الآخرين أن يصدر حكما آخر يكون عادلا للجميع اليوم المطلوب لأنه اليوم اللبنانية مش كل الموضعين رفعوا دعاوة يعني اليوم الدعاوة تكون فردية من بعض الموضعين الذين تمكنوا من استصدار أحكام قضائية ونترك تماما أنه البعض منهم استفاد من نفوذ أو شيء ما أو تحريك للملف في وجه المصارف ولكن اليوم السلطة المطلوب منها هو إصدار قانون القوانين المطلوب إصدارها على مستوى السلطة التشريعية والتي يعني إذا صحيح اليوم ما فيه سلطة تنفيذية يعني ما فيه حكومة لأنه بواقع تصريف الأعمال ولكن هناك سلطة تشريعية يعني ممكن الذهاب باقتراحات قوانين يعني الكابيتل كونترول حاجة ملحة قانون إعادة تهيكلة القطاع المصرفي يعني لتبيان ما هي المصارف القادرة على الاستمرار والتي تعجز وكذلك أيضا أعطاء تطمينات للناس أنه ودائعها بأمان يعني انظري إلى ما حدث في أمريكا يعني على الفور عند اندلاع الأزمة وإعلان المصرف سيليكون فالي فلاسو ضغري صار فيه تطمينات للمودعين أنه سيحصلون ودائعهم باللبنان مضى ثلاث سنوات وليس هناك قانون يعني مع الأسف هل تعتقدي بأنه هذا التصعيد من جانب المصارف سيكون له ارتداد سياسي إيجابي الإسراع بسد الفراغ الرئاسي أبدأ بتشكيل أبدا 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 مع الأسف أبدا يعني ذهبت المصارف إلى الإضراب ولكن هي تدرك تماما أنه حتى الإضراب لن يجديها نفعا لأنه بالنتيجة هو إضراب جزئي يعني هو تعليق للعمل ولكن كل معاملات الاستيراد والتصدير سارية المفعول عمليات الصيرفة على المستوى الفردي سارية المفعول الصحبات على الـ ATM أيضا سارية المفعول لذلك لن يكون هناك تأثير حقيقي يعني ليكون له تأثير حقيقي يجب أن يكون إضراب جزري ولكن حتى هذا طالما القوانين غير واردة وغير متوافرة سنبقى ندور في الحلقة المفرغة مع الأسف من له مصلحة بانهيار القطاع المصرفي والمالي بلبنان؟ تماما الأحزاب السياسية إن كان لها مصلحة كثيرون من ولماذا؟ يطمحون لماذا؟ تلتقي مصالح أكثر من فريق يعني هناك نوعين إذا جاز التعبير هناك من يعمل لهذا الأمر في السياسة لتدمير القطاع المصرفي كليا لإعادة خلق نظام مصرفي جديد من خلال بضعة مصارف قادرة على الاستحواز على السوق ولكن أيضا هناك من يلاقي هذا الهدف السياسي على مستوى مستثمرين رغبين بتحقيق مكاسب هناك مجموعات مصرفية مش مصرفية مجموعات استثمارية من خارج لبنان تسعى إلى توظيف استثماراتها في هذا القطاع من خلال دفعه إلى الإفلاس لتخفيف قيمته للشراء على كما يحصل في كل العالم ولكن هذا الأمر سيكون له ضرر كبير جدا لأن أنا أعود لأقول لا نتحدث عن مصرف أو مصرفين نتحدث عن قطاع بأكمله معرض للتدمير وهو ما يحصل الآن ومستمرين فيه إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الاستثماري والخاص سؤال سياسي أخير يعني بعيد عن الصحافة أعفوا بعيد عن الاقتصاد نعم هل تعتقدين عودة العلاقات مع إيران والسعودية ممكن أن تساهم في حل حالة الأوضاع في لبنان هذا موضوع مهم جدا واليوم يستحوز على كل المشهد السياسي الداخلي في لبنان لأنه هناك من يربط هذا الاتفاق بما ستكون مفعيله على لبنان وهل سيؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية وأي رئيس يعني بأي مواصفات حتى الآن لم يتتضح بعد هذه الصورة ولكن إذا كان فعلا هذا الاتفاق كما بدأ بسطوره القليلة يعني اللي قرأناها أنه وخصوص التشديد المملكة العربية السعودية على ضرورة عدم التدخل من قبل إيران في الدول العربية إذا كان هذا الأمر ممكن حصوله هذا يعني أن لبنان قادر أن ينجز تسوية تأتي برئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة قادرين على العمل وإلا لن يكون بالإمكان الاستفادة من هذا الاتفاق على المستوى الداخلي إذا كان في تشبس لدى محور الممانعة على مرشح لا تلتقي فيها المواصفات المطلوبة سعوديا ودوليا أيضا وبالدرجة الأولى محليا ولبنانيا أن يكون لديه شيء من الاستقلالية والموضوعية وقادر أن يحمل مشروع اقتصادي وسياسي للبنان المرشح الموجود الآن لا يحمل هذه المواصفات مع الأسف شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتبة الصحفية في الشؤون الاقتصادية والسياسية سابين عويس شكرا لك شكرا لك